أهلا بكم إلى بروبا جندا أولى فقرات برنامجنا حيث نفند الفبركات والأخبار الزائفة التي نعتقد أن وراءها دوافع سياسية البداية مع منشور ترويع مفزع تضمن صورة لصحيفة ديلي ميل البريطانية وتعليق يقول عاجل انتظروا وباء جديدا بعد تصريحات بيل جيتس فعندما يصرح هذا الرجل بأن هناك وباء مميت قادم من صنع البشر سيبدأ في أستراليا كما سبق أن فعل قبل وباء كوفيد 19 تصريح مثل هذا يجب أن يضعه وراء القطبان إن كان هناك عالم حر يقوم على العدل ولكن بيل جيتس يعلم ما يقول ويعلم أنه تحت حماية مجموعة قوية من النخبة تحكم العالم من وراء الستار وأنه يمثل القلة القليلة المتحكمة بمصير البشر ويعتبرون أنفسهم الوحيدين الذين لهم حق الوجود والتمتع بالحياة على هذه الأرض وباقي البشر لا قيمة لهم أو مشروع المليار الذهبي The Golden Billion فلنجهز جميعا للطوارئ الدولية القادمة بحضر التجوال المعهود ولقاحات وأكاذيب إعلامنا المتضامن مع إعلام مردخاي على شاشات التلفزات العربية وكافة أجهزة الدول العاملة تحت قبة الماسونية العالمية ومنظمة الصحة الدولية المنشور جمع بين تحريف التدليس والترجمة كما تبين بالعودة إلى التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية في 23 يناير الماضي الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس دعا أستراليا إلى الاستعداد للوباء القادم الذي قد يكون من صنع الإنسان وأكثر فتكا من كوفيد بكثير وقال جيتس خلال حديثه لمعهد لوي إنستيوت وهو معهد أبحاث في مدينة سيدنيا الأسترالية قال إن النظام الدولي القائم على الإرادة السياسية المتبادلة يجب عليه ضرورة التعامل مع الأوبئة في المستقبل وطرح خلافات أعضائه جانبا والعمل معا للاستعداد للفيروس القادم أشار كذلك إلى أن ردود الفعل الحكومية السيئة والضعيفة تجاه جائحة كوفيد-19 جعلت الدول تزيد من إنفاقها استعدادا للتعامل مع أوبئة مشابهة في المستقبل أيضا جيتس أشاد بجهود بعض الحكومات في التعامل مع كوفيد-19 والتي كانت أفضل من غيرها واستشهد بأستراليا وحوالي سبع الدول أخرى مشيرا إلى أن معدل الوفايات وفايات كوفيد في أستراليا لا يزال من بين الأدنى في العالم جيتس قال إنه أيضا يتعين على الحكومات كل خمس سنوات إجراء تمرين شامل على المستويين القطري والإقليمي مع مجموعات مثل منظمة الصحة العالمية للتحضير لإجراءات الحجر الصحي والتشخيص المحتملة وأضاف أيضا بأنه يأمل في أن يأخذ العالم تهديد الأوبئة على محمل الجد على الأقل خلال العشرين أو الثلاثين عاما القادمة ويفهم من التصريحات أن بيل جيتس لم يقصد أن هناك فيروس قادم سيبدأ من أستراليا بل أطلق تحذيرا بشكل عام وذكر أستراليا جاء ذلك على خلفية أن اللقاء كان مع معهد أسترالي لا أكثر ولا أقل وهو يحث الحكومات على الاستعداد للمستقبل والتعلم من تجربة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر